السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بقى النهاردة وحدة جديدة في الفائدة المركبة وهي الوحدة الرابعة الدفعات المتساوية بفائدة مركبة كلمة دفعات يا شباب يعني بتتكلم عن الأقصاط يعني أنا الأقصاط إيه الفرق بينها وبإن أنا بدفع مبلغ عشوائية القصط بيبقى مبلغه ثابت ومدته ثابت يعني إيه؟ يا حرك بتقصد جوال بتدفع كل شهر 100 ريال أو كل شهرين 100 ريال يبقى حرك المدة ثابتة إن كل شهر بتروح تدفع أو بيتسحب من حسابك في البنك القصط أو الدفع ونفس القصط إلى أن يخلص مدة الأقصاط وإحنا خدنا نفس الدرس ده في الفائدة البسيطة لكن هنشوف بقى شغل الفائدة مركبة لأنه متعلق بالجداول والكلام ده والقالة الحزبة فهنشوف هيمشي إزاي مبدئيا كده نعرف الدفعات في الفائدة المركبة بتنقسم إلى إيه؟ بتنقسم إلى دفعات متساوية الدفعات متساوية تنقسم إلى مؤقتة ودائمة نحن نركز يعني دلوقتي على المؤقتة لأن هذه المهمة في شغلنا الدائمة دي بيبقى لها حالات خاصة يعني ممكن ما يسعش المجال للتكلم عنها لكن هنشوف أهم اللي هي المؤقتة اللي هي فيها معاملات معانا دلوقتي أكثر المؤقتة بتبقى إما عاجلة يا إما مؤجلة والعاجلة يا إما فورية يا إما عادية والمؤجلة إما فورية إما عادية طيب برضو احنا هنركز شوية على العاجلة العاجلة اللي هي في معادها يعني مش عاجلة يعني مستعجلة لا في معادها ما طلبتش التأجيل من يعني ممكن أنا أكون بقصة مثلا سيارة أو منزل وأجي أطلب من صاحب الشأن تأجيل الإقصاط ساعتها هنخش في حاجة اسمها المؤجلة فالمؤجلة دي تبقى زمن برضو بيخش كأن يعني على الموضوع لكن دي تبقى حالات برضو خاصة شوي أما العاجلة اللي هي حركة عندك إست فبتدفع الإست في معاده ولو اتأخر تبقى فيه تأخير والكلام ده كل طبعا احنا قلنا قبل كده في البسيطة إن الفورية اللي هي تدفع أول الفترة يعني مثلا بدفع أول كل شهر أول كل سنة أول كل شهرين والعادية اللي بتدفع آخر كل فترة يبقى احنا نفرق بين كلمة عادية وفورية إزاي اللي بتدفع في الأول يسبق اسمه فوري يعني الشهر بدأ النهاردة يوم واحد أدفع أول إست أو أخذ أنا الجوال مثلا اشتريت يوم واحد في الشهر مثلا اشتريت الجوال يوم واحد في الشهر يقول لي خلاص أول قست بعد شهر من الآن يبقى دي دفع عادية لأنه بدفع بعد ما استفدت بيه شهر كامل بعدين ايه دفعت أول قست لكن أول فورية أول ما باخد الجوال من المحل أروح دافع أول قست على طول طيب دي بالنسبة لتقسيم الدفعات تعال نشوف هتمشي ازاي أولا هنتركز زي ما قلت لك على الدفعات المؤقتة العجلة مؤقتة وعجلة المؤقتة في حاجة اسمها مؤقتة حاجة اسمها دائمة نحن مش هنتكلم عن الدائمة دلوقتي هنتكلم عن المؤقتة العجل عندي درسين طبعا كالعادة اللي هي الجملة لو أنا بدفع طبعا است سيارة بتزيد بعد خمس سنين يعني بكت كان ثمن السيارة دلوقتي ستين ألف لما خدتها على خمس سنين بالأقصاد زادت بقت مثلا خمسة وستين ألف أو سبعين ألف حسب المعدل للبنك الرجح للأهلي غير غير كل بنك له معدل شغال به فده بحسب له جملة في حاجة اسمها القيمة الحالية لو أنا عايزة أدفع مبكر هذه الأقصاد مبكرة يلا لازم من حقي أخذ خصمي لو حركوا أخذ تمويل والتمويل ده أو أخذ سيارة وجيت بعد سنتين ونص مثلا قلت لا أنا مش هستنى سنتين ونص تنين وأبتدي أدفع دفعة مبكرة يعني أخلص القصاد اللي علي ساعتها نحسب قيمة ايه قيمة حالية طبعا الجملة هنا اسمها اس وقيمة حالية اسمها ايه زي ما خدنا في بداية الفايدة المركبة الجملة الدفعات هي عبارة عن مجموعة جملة مبالغ الدفعة في نهاية مدة السدات ولجاة الجملة استفعات نحسب الجملة بداية على اعتبار أن مبلغ الدفعة هو وحدة نقود ثم نضربها في المبلغ الأصلي طبعا الكلام ده اللي هو الشرح النظري للشغل اللي هنشتغله زي ما هنشوف دلوقتي هنا بقى عندي شوية رموز مختلفة طبعا للجداول أنا كلمت وقوع عليها قبل كده اللي هي موجودة في آخر الكتاب اللي أنا ممكن تغنيني عن استغناء الأقل الحزبة اللي أنا ممكن ما استخدمش أقل الحزبة وطلع من الجداول دقية معل طول فعندي العلامة اللي انت شايفها دي اللي عاملة زي حرف الل المقلوب دي دي اسمها ايه اس ان يعني دي اسمها ايه جملة بفايدة مركبة لمدة ان بمعدل معين وليكن اي هنشوفه دلوقتي طيب اللي انت شايفه ده موجود في الكتاب وراء أنا قلت لك الجدول بيبقى أول واحد ان وبعد كده هنا بيبقى واحد زائد اي اس ان دي الجملة العادية اللي هي من غير أقصات وحاجة مبلغ واحد بعدين القيمة الحالية اللي هي واحد على واحد زائد اي اس ان ده ثابت الجدول ده التالت بقى اللي هو ده اس ان الرابع حاجة اسمها اي ان او القيمة الحالية فإذا احنا تركزنا في الدرس ده على العمود سيب الان يبقى واحد اثنين ثلاثة او لو عدنا الان يبقى العمود الرابع في جداول الفايدة المركبة العمود الرابع ده ألاقي فيه أنهي قيمة لو أنا مثلا مقصت على عشر سنوات أروح هنا عند مثلا i بخمسة في المية مثلا كل جدول ليه معدل لوحده فأمشي عند جدول خمسة في المية عند العشرة أجي عند العمود الرابع ده بجيبت القيمة دي كلها ليه واحد زائد i plus n طب إزاي أحسب الجملة بقى جملة الدفع العادية العادية اللي تدفع فيه آخر المدة تضرب المغ إيه يعني مبلغ الاست إيه هو مبلغ القست أو مبلغ الدفع أضربه في القيمة دي يعني لو شلت أنا الاس دي هيبقى إيه هيبقى إيه وافتح قوس القيمة دي حتها جوة قوس ليه واحد زائد i plus n ناقص واحد طبعا ناقص واحد دي برا مش على الاس دي تحت على الأرض على i هي دي موجودة بالجدول موجودة بالعمود الرابع حسب ال i شوف أنهي جدول أو كل جدول ليه i معين خلاص كده طيب ده بالنسبة لجملة الدفع العادية طب لو الدفع فورية لأ دفع فورية سهلة قوي الدفع فورية بيقول لي هي نفس الرمزة بس أبحط على الاس نقطتين كلمة نقطتين دي يعني فورية يبقى طيب تفرق إيه عن اللي فاتت نفس القانون بتاع العادية بالزبط بس زائد عليه حتة هندرابه في واحد زائد i الله يعني أنا ممكن أجيب العادية أو من هجيب الفورية أيوة أجيب العادية الأول وأجيب الفورية طيب جملة الدفع الفورية اللي بتدفع أول المدة تتحسب إزاي أضرب المبلغ أو المبلغ الاست اللي أنا بدفعه والدفعة في اس نقطتين طيب اس نقطتين دي اللي هي أيه اللي هي واحد زائد i في القديمة بتاعتنا في العادية يعني أمسك اللي هي القيمة اللي طلعتها من الجدول يعني معنا كده الجدول مفوش فورية لا الجدول مفوش فورية الجدول فيه العادية فقط لان الفورية بتأتي من العادية وبالتعويض هنجد ان جملة الدفع الفورية ايه في واحد زائد اي في العادية الفورية بتيجي من العادية هي طب لو فكتها بقى بشغل الرياضة لو انا عايز استخدم الاقل حسبة يبقى هضرب المبلغ في واحد زائد المعدل في اللي انا جبتها للعادية ولما نيجي نحل هقول لك ان شاء الله الطريقة الاسهل انك تخلص الموضوع عادية وفورية في نفس الوقت وان شاء الله نلتقي في فيديوهات اخرى نطبق على هذه القوانين بتاعة الدفعات وهي من اهم القوانين اللي هتقابلنا في الفايدة المركبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته